نهارة تم الاعلان عن حكام الزهاب نهاي دوري ابطال افريقيا بين التراجي والاياب الزهاب والاياب حكم الساحة هيكون الكابتن مصطفى غربال الجزائر هو الطاقم الجزائري كل التوفيق ان شاء الله بقياد مصطفى غربال وده الطاقم امام حضراتكم مكرن قراري من الجزائر مساعد اول مساعد تاني عباس اقرم الجزائر حكم رابع معتاز ابراهيم الشلماني من ليبيا حكم الفيديو دحان بيدا من موريتانيا مساعد اول حكم الفيديو سليمة موكسانجا من رواندا مساعد تاني حكم فيديو جيرسون دوس سانتوس من انجولا ده الزهاب حكم ساحة في مباراة الاياب جان جاك نادالا من الكونغو مساعد اول سورو فاستوني من ليسوتو مساعد تاني سيدو تياما من بوركينا حكم رابع الحج محمد شاد حكم الفيديو نحولو بن ابراهيم من الجزائر مساعد اول فيديو دانيال لاراية من غانا مساعد تاني حكم فيديو محمد ابراهيم من السودان بالمناسبة عشان ادي الحق لصحابه كابتن جايد جريشا من اسبوع اطول التوقع مين حكام مبراطي الزهاب والاياب في دولة ابطال افريقيا قال لي الاولى هتبقى مصطفى غربال والتانية للاياب هتبقى حكم افريقيا يعني من قارة افريقيا من غرب افريقيا مش حكم عربي يعني فصدقت توقعاته مئة في المئة ماشي تعال روح لمعلومات مهمة عن مصطفى غربال حكم ازياب نهاية دوري الابطال يلا شباب حكم جزائر يبلغ من العمر 38 عام من موليد 19 اغسطس 85 بدأ مسارته التحكمية في 2011 وتقلد الشارة الدولية بداية من 2014 عزل موسم قدار 20 لقاء اشهر خلالهم 84 بطاقة صفراء وخمس بطاقات حمراء واحتسب سبع رقلات جزائر اوضاع العديد من الممبرات المهمة والنهاية في البطالات الافريقية ابرزها نهاية القرن بين الاهل والزمالك في 2020 وكأس السوبة الافريقي بين الاهل ونهض البركان المغربي موسم 2021 وكأس السوبة الافريقي بين الناهض البركان والوداد موسم 22-23 بشكل عام قدار 21-41 لقاء اشهر خلالهم 952 بطاقة صفراء حمراء اه 23 بطاقة مرتين يعني وقدت لحمراء و30 بطاقة حمراء بشكل مباشر واحتسب 95 رقلات جزائر سوقوا عن اضار للأهل ست مباريات سلاسة في دور الابطال وواحدة في كل من السوبة الافريقية والسوبة المصر وكأس العام الاندية وفاز الاهل معه اربع مباريات وخسرها واحدة بس وانتهت واحدة بالتعادل وخسرها الاحمر برقلات الترجيح وكانت امام طلاع الجيش بينما اضار للترجي مباراتين الاولى في الدولة التونسي امام النجم السحلي وفاز الترجي بهدف والسانية كانت امام الزمالك في روبا نهاية دور الابطال افريقيا 2021 وفاز الترجي بهدف طيب مين بقى جان جاك ندالا حكم اياب نهاية دور الابطال افريقيا وحكم كونغولي يلا شباب نجيب المعلومات عنده 36 سنة من مواليد 87 بدأ مسيرة التحكمية الدولية من 2013 اضار هذا الموسم على مستوى الافريقيا تسع مباريات اشهر خلال اشهر خلالهم 32 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء ولم يحتسب اي راكلة جزائر سبق له ادارة نهاية السوبة الافريقية بين الاهل ورجاء المغربي موسم 21-22 وانهاية الكونفدرالية بين يانجا افريكانز التنزاني والتحاد العاصمة الجزائري 22-23 وانهاية بطولة الدول الافريقية بين الساندونز والوداد 23-24 اضار الاهل خمس مباريات 3 في دولة ابطال افريقيا واحدة في الدول الافريقيا واحدة في السوبة الافريقية ولم يعرف الاهل معه طعم الخسارة فاز في مواجهتين وانتهت ثلاثة بالتعادل منهم واحدة حسامها الاهل براقلات الترجيح امام الرجاء المغربي واضار للترجي اربع مباريات جماعهم في دولة ابطال افريقيا فاز معه الفريق التنس مرتين وتعادل في مباراة وخسر في مباراة طيب